شارع الرباط أنا قد أخذت لي موقع طبعا معين وكان عبارة عن دور والأخ محمد المخلافي كان في نهاية أو في وسط شارع الجزائر قد اخترنا له موقع معين خرجنا أنا والشباب أو وزعت الشباب وخرجت أنا والأخ محمد المخلافي على دراجة نارية خاصة به مرينا على تأكدنا على المصورين في مواقعهم كان الأخ خالد فوق عمارة قرابة أربعة ستة دور ما أذكر بالضبط وحددنا أماكن المصورين كامل الفريق وانتظرنا حتى جاءت المسيرة عندما وصلت المسيرة إلى شارع الزبيري وبدأت تنعطف باتجاه الجنوب يعني باتجاه شارع الجزائر كان الناس طبعا بشكل كثيف جدا المسيرات كانت بمئات الآلاف وهذه ليست مبالغة كان الناس فعلا بمئات الآلاف يتحركون في المسيرات وتحركت المسيرة بشكل طبيعي وشكل يعني لم يكن فيها تكسير لم يكن فيها طبعا اعتداء على ممتلكات الناس لا سيارات لا محلات والحمد لله عبرت تقريبا ثلثة المسيرة وتوجهت باتجاه المركز الليبي باتجاه شارع الجزائر كما هو المخطط الذي كانت اللجنة التنظيمية قد أبلغتنا وهو عبر شارع الجزائر مرورا بجولة الرويشان وشارع حده ودخول جولة البلقة والقاع وعودة إلى الساحة ان شاء الله اشتركوا في القناة أول ما وصلت مقدمة المسيرة إلى تقريبا أمام المركز الليبي كان رجال الأمن الممثلين بوحدة الأمن المركزي قد جحزوا حواجز في هذا الحواجز طبعا غازات وحاملين دروق ومصفحات وأيضا كان هناك طبعا أثناء ما عبرنا كان هناك أيضا سمعنا صوت إطلاق رصاص لكن للأمانة لم نأ يعني أنا ما عرفت من أين كان أطلاق صوت الرصاص أثناء ما المسيرة تعبر أفاجأ ثلث المسيرة قد كان مر أفاجأ بأن شباب كانوا يجوهم هرولين وهم يجرون ترجمة نانسي قنقر أصوات للقنابل الغازية التي كانت تثير الرعب في قلوبنا جميعا وكان هناك أصوات لإطلاق رصاص كثيف جدا وكان قريب جدا ولم نكن نعلم من أين يأتي هذا الرصاص يعني كانت كنت أجدت ضحايا من كل مكان فكنت أرى دائما أن أن مكاننا رغم أنه يعني تأخر الوقت فكان مكاننا هو في المكان الصحيح وكانت في المستشفى الميداني فأدت أنا مجموعة من زميلاتي تفاجأنا بأنهم كانوا يلاحقوننا بالدراجات النارية فعدنا جريا معنا بعض الحالات إلى المستشفى الميداني تعرضنا لمحاولات للاختطاف أكثر من مرة في أغلب الشوارع إلا أنه كان معنا مجموعة من الشباب الذين حاولنا قدر المستطاع ألا يتعرضوا الإصابة والذين حاولوا أن يؤثرون على أنفسهم ويحمون قدر المستطاع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كانوا يستخدمون الغازات بشكل كثيف جداً ورغم أن الشوارع ضيقة وللعلم أن هناك طبعاً غازات محرمة أنه يستخدمها في الشوارع الضيقة طبعاً في قنابل أو من أنواع الغازات محرم أن يستخدمها الأمن على الناس وهم في شوارع ضيقة بالذات ذا كانوا محصورين طبعاً الناس كانوا بالمئات بمئات الآلاف تخيل أنت عندما يأتي الغازات والناس يختنقون يتراجعون للخلف والبق يسقط على الغرف يعلم الله أني شفت مناطق يدمالها بقلق الناس انطلقوا حفاة لدرجة أنك تندهش يعني تندهش ما ذنب هؤلاء وما هي جريمتهم حتى يلاحقوا هذه الملاحقة كنت أرى أنا وإحدى زميلاتي أن السماء قد امتلأت بالدقان الأخضر اللون فكنت أسألها يا ترى ما هذا اللون فأنا لم أعلم لم أرى هذا بهذه الكذابة من قبل رغم أني كنت أخرج معهن في معظم المسيرات إلا أنني لم أعرف ما هذا فقالت لي هذا من النوع السام فلم تكمل كلامها حتى مرت من جانبنا كثيرا من السيارات الإسعاد كثيرا من الشباب الذين يحملون أشخاص معرضين لتعرض للإصابة كثيرا من الحالات التي يعني يأنه لها القلب ويتمع لها القلب قبل العين فكان أقلب الشباب كانوا يحاولون حمايتنا في البداية لكن في الأخير وجدنا أنه لا بد أن نتكاتف جميعا لنكون لكل مننا يكون سندا للآخر فانطلقنا جميعا كل نساء أدل الآخر فكنت أحاول قدر المستطاع أن يكون فيني جزء من عزيمة الشباب جزء من إرادتهم ومثابرتهم وأنهم كانوا دائما يؤثرون غيرهم يعني كل شخص يؤثر غيره عليه فكنت أتمنى أن أصل إلى عزيمتهم إلى نقاء قلوبهم فكنت أحاول أن أثر الغير على نفسي فكنت أشد الجدد Çünkü نقاء قام في الت합هية فكنت أراحكون فكنت أوريكم فكنت أوريكم فكنت لعزيمتهم سمجد كونت شكرا شكرا المترجم للقناة 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 المترجم للقناة